فقرة التوب نيوز لأهمية الأخبار وأهمية الموضوعات اللي معانا أكيد لازم نكمل عشان ما نفصلش مع حضراتكم لأن الأخبار اللي جاية أخبار مهمة جدا نبدأ مع بعض أول خبر وهو ترند على السوشيال ميديا جمهور النادي الأهلي الآن على اللاعب الفلسطيني مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي انبارح كان بيلعب مباراة مع منتخب فلسطين في تصفيات أسيا المؤهلة لنهايات أمم أسيا وكأس العالم وتعرض لإصابة من ابارح للنهاردة مش عايز أقولكم الناس كلها الآن على السوشيال ميديا والكل متخوف يا ترى يا هل ترى إصابة وسام أبو علي لقدر الله ممكن تبقى إصابة كبيرة في الظل برضو أن الناس مش قادرة توصل للمعلومة ومش هيوصلوا للمعلومة إلى لما النادي الأهلي يتأكد من خلال الفخصات الطبية ولكن اللي نقدر نقوله دلوقتي عشان نطمن جمهور الأهلي لغاية لما النادي الأهلي يؤلم من خلال الجهاز الطبي أو الكابتن محمد رمضان نتيجة الأشعة اللي يجريها وسام أبو علي في السعات الجرية أول حاجة حصلت اتصالات مكثفة في السعات الأخيرة ما بين النادي الأهلي تحديداً الجهاز الطبي مع المنتخب الفلسطيني للإثمينان على حالة وسام أبو علي ودكتور أحمد جبالة في اتصالات عديدة تمت في السعات الماضية مع اللاعب ومع منتخب فلسطين للإثمينان على حالة اللاعب طيب إيه اللي احنا قدرنا نوصله عشان برضو نطمن حضراتكم والناس تخف شوية برضو من توجيه الانتقادات كتير للجهاز الطبي أو للجهاز الفني أو حتى لكابتن محمد رمضان في ظل إن لسه الأهلي ما أعلنش نتيجة الفحوصات الطبية أول حاجة الناس قالت انبارح والكل اجتهد إن وسام أبو علي تعرب لإصابة قوية في الرجبة ده أول حاجة يعني الناس اجتهدت كده وقالت إن وسام تعرض لإصابة في الرجبة أنا عايز أطمن حضراتكم وده معلومة مؤكدة ودورنا هنا نوصل لحضراتكم المعلومات المؤكدة إن وسام أبو علي لم يتعرض لإصابة في الرجبة ده بداية أول حاجة وده خبر خاص للترند وسام أبو علي لم يتعرض لإصابة في الرجبة عملنا اتصالات عديدة بكل الأطراف عشان نوصل لحضراتكم من النهاردة ونقول لكم إيه الحقيقة في موضوع إصابة وسام أبو علي ورغم إن فيه أخبار كتيرة بتبقى في إصابات لاعبين في أندية أخرى ولكن ما بتاخدش نفس الزخم الإعلامي بإصابات لاعب الأهلي وأنا معرفش السبب إيه آه طبعاً الأهلي بإسمه بتاريخه بمكانته بأهمية مبارياته بشعبيته كبيرة بتفرق طبعاً في التناول الإعلامي ولكن بحسني فيه استرسة أكتر شوية على شغل الجهاز الطبي والجهاز الفني لدرجة أنه ممكن البعض لما وصلش المعلومة يقطع في الجهاز الطبي والجهاز الفني وطبعاً ده مش مهنية ولا موضوعية ولكن إحنا النهاردة بنطمن حضراتكم الإصابة مش في الرب طب الإصابة في إيه؟ الإصابة في مشت القدم والجهاز الطبي بيجري فحوصات في الساعات القادمة وفي الساعات الجارية وأنا معاكم عشان يطمئنوا على حالة اللعب والنهاردة الفريق راح بكرة مجرد ما ينضم وسام أبو علي للتدريبات الجمعية هنبدأ نعرف التفاصيل الطبية الرسمية من خلال دكتور أحمد جبل يقول لك إصابة مشت القدم دي عبارة عن إيه؟ هل كدمة قوية؟ هل قدر الله الأشعة طلعت حاجة غير الكدمة في مشت القدم؟ هل الإصابة تستدعي غياب أسبوع أسبوعين عشر تيام 24 ساعة وينزل للتدريبات؟ كل ده نعرفه بقى بكرة لما الجهاز الطبي يطمئن على حالة اللعب طب وسام أبو علي وسام أبو علي وصل القاهرة وسام وصل القاهرة وخضع للفخصات النهاردة عشان بقرة بإذن الله يكون الجهاز الطبي معاه كافة التفاصيل ويعرف إصابة مشت القدم عبارة عن إيه ودي إصابة غير الإصابة اللي حصلت قبل كده لما كان مع منتخب فلسطين في الأجندة قبل الماضي كانت إصابة أنكل دي إصابة في مشت القدم مفيش حاجة في الرجبة أنا بطمر حضراتكم مفيش أي حاجة في الرجبة وحصل تواصل مع مسؤولي منتخب فلسطين عشان النادي الأهلي يطمئن على اللعب النهاردة بالمناسبة فلسطين بتلعب مع كوريا الجنوبية ووسام خارج أول ماتش خلص تعاعدوا الواحد واحد تمام يعني دي كانت أبرز الحاجات اللي عايز أقولها لحضراتكم بالنسبة لوسام أبو علي الناس كلها ألآنة ومش متطمنة النهاردة بنأكد لحضراتكم الإصابة مشت القدم مش في الرجبة بقرة نتيجة الأشياء عتحدد لحضراتكم مدة الغياب ممكن تكون 24 ساعة مش أكتر من كده عموما نسيب بقى الشغل ده للجهاز الطبي مع الجهاز الفني يعلم في التوقيت المناسب ولكن دوري النهاردة أنا أطمن حضراتكم إن بإذن الله إن شاء الله هيكون الموضوع بسيط جدا واللاعب بعد عدة أيام ممكن إن شاء الله يكون مع الفريق في المباريات والتدريبات أنا عارف الناس الآن عشان فيه مطشط مهمة جاية ووسام يعني بيسطر تاريخ مهم جدا مع الآلي لكن بإذن الله إن شاء الله كل الأمور الإيجابية هتكون في الفترة اللي جاية وبكرة هنعرف توقيت عودة اللاعب للتدريبات والمباريات وطالما الأمر بعيد عن الرجبة في مشت القدم بإذن الله أنا متفائل خير نتيجة شغل الجهاز الطبي مع الجهاز الفني هنعرف كل الأخبار المؤكدة بمدة الغياب بإذن الله غدا من خلال التدريبات الجمعية